سيداتي وسادة الأكران الأعزاء تقرير آخر لهذا اليوم محافظة خملنيتسكي مدينة صلاووتا تم تشجيل جميع الأضرار الناجمة عن انفجار التائرات الروسية بدون طيار الليلة من 24 أكتوبر تم إسقاط مسايرات من تراز شاهد ولكن تدررت العديد من المنازل زجاج محطم في النوافذ والأبواب وصقوف المباني من المرجح أن هدف هذه المسايرات كان محطة خملنيتسكي النووية حيث دمرت موجة الانفجار النوافذ على واجه الخصوص في أراضي محطة الطاقة النووية حتى الآن من المعروف أنه أصيب عشرون محليا وقد حصل الجميع على المساعدات اللازمة إن هذه الدربة الموجهة إلى محطة الطاقة النووية هي بمثابة تذكير آخر لجميع شركائنا بمدى أهمية تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني ومدى خطورة عندما تتمكن روسيا من تجنب العقوبات الدولية العديد من المكونات في التائرات بدون طيارة الهجومية وفي الصواريخ التي يستخدمها الإرهابيون الروس تأتي من بلدان أخرى ومن شركات مختلفة وخاصة من الشركات الغربية إن فعالية اللقوبات ضد روسيا هي حرفياً الحماية ضد الإرهاب أخطط للمشاركة في اجتماع المجلس الأوروبي على مستوى زعماء الدول للاتحاد الأوروبي ومن بين أمور أخرى سأتحدث عن هذا بالضبط يجب تعزيز اللقوبات المفروضة على روسيا وكل هجوم روسي وخاصة الهجومات الشرسة التي تستهدف محطات نووية وغيرها من أهداف البنية الحيوية هي حجج مفادها أن الضغط على الدولة الإرهابية ليس كافياً وقابلت العسكريين ومسؤولي المخابرات والمسؤولين الحكوميين ومن الأمور التي تستحق الاهتمام بالتأكيد هو رد فعل المحتل على القدرات الجديدة لجنودنا بعد أن ضرب جنودنا المطارات في برديانسك والوهانسك نرى أن المحتلين ينقلون طائراتهم إلى مكان أبعد على وجه الخصوص يحاولون نقل الطائرات من أراضي شبه جزيرة القرم وهذه إشارة جيدة في البداية يفر الأسطول الروسي والآن يفر الطيران الروسي إن عادة الهروب أمر سينفع روسيا لأنه سيتعين علينا تحرير كل أراضينا بلا استثناءات وأشكر كل شخص في العالم يساعدنا على أن نصبح أقوى ونصل إلى أهداف أبعد وشكراً لجنودنا على دقة ضرباتهم أقدت اجتماعاً مع خبرائنا الدوليين فيما يتعلق بالدول الرئيسية في الجنوب العالمي وتحدثنا عن علاقاتنا نواصل التحضير للاجتماع المتعلق بصيغة السلام ونعمل على كافة المستويات الدبلوماسية إن محتوى الاجتماع جاهز بالفعل والآن نقوم بوضع اللمسات الأخيرة على دائرة المشاركين فيه من المهم جداً أن نرى في هذه المفاوضات اهتماماً مستمراً بأوكرانيا وضرورة إنهاء هذه الحرب وإنهائها بشكل عادل وصادق هناك مثل هذا الاهتمام في إقارات مختلفة وأنا ممتن لجميع الدول التي أكدت بالفعل مشاركتها ومستوى تمثيلها في اجتماع سيغة السلام وكمان شيء آخر طوال اليوم كنت على اتصال مع قادتنا والمسؤولين عن عملياتنا الدفعية والهجومية والقضائف والأسلحة والمعدات وإنتاجنا للأسلحة ودعم الجنود نحن نستعد أيضاً لتوسيع معين في جغرافية توريد المساعدات لأوكرانيا من الشركاء سنشتاز هذا الماراثون ونحقق الانتصارنا الشيء الرئيسي هو إضافة القوة إلى أوكرانيا وشعبنا كل يوم المجد لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر